باز اوف افذر اه هي معناها يعني سيم يعني باز اوف the same feather flock together يعني فذر معناها ريش يعني هي اصلا ترجمت المثل يعني الطيور اللي ريشها نفس الشيء يعني تتجمع سوية اللي هم ترجمها الطيور وعلى اشكالها تقع after black clouds clear weather طبعا black clouds معناته الجو بكون غيوم ملبد سوداء clear weather معناته صافي يعني ايش بيقابلها بالعربي عندنا هون بيقولك ما بعد الشدة الا الفرج after black clouds clear weather a chip of the old block chip يعني قطعة بسيطة old block يعني طوبة قديمة طب شو دخلها هاي شو بقابلها عندنا مقابلها انه هذا الشبل من ذاك الاسد he is يعني علي is a chip of the old block يعني هذا الشبل من ذاك الاسد to air is a human to air يعني يخطأ اللي هو كل ابن آدم خطأ عندنا احنا مقابلها كل ابن آدم خطأ هم بقولوا to air is a human بقولوا like the mother like the daughter يعني البنت لأمها او طب الجدر على ثمها تطلع البنت لأمها هم ايش بقولوا like the mother like the daughter طيب البنت لأمها والولد لمن الولد لأبوه like the father like the son like the father like the son الولد لأبوه like the mother like the daughter البنت لأمها like the father like the son مكرر انه not all that glitters is gold هذا ليس كل ما يلمع ذهبا يعني glitters يلمع وقول ذهب تقريبا نفس المعنى عنه ليس كل ما يلمع ذهبا not all that glitters is gold اذا الان نقترب من نهاية الدرس الخامس عشر والدورة بشكل عام محتوى الدرس الخامس عشر كانت كما رأيتم في المطعم in a restaurant in a hotel في الفندق في المطار ايش التعبيرات اللي استخدمناها ايضا كيف تدول شخصا يريد الذهاب الى مكان ما giving directions usefull expressions تعبيرات مفيدة نهاية الدرس الخامس عشر والاخير اعزائي المشاهدين احبائي الطلبة يعني حاولنا احنا في الخمس عشر درس اللي قدمناها انه نختار من كل كما يقولون من كل يعني بستان زهرة ونقدمها جميعا حتى تكون مفيدة وارجو يعني ارجو رجاء حار انه تكتبوا الي عبر البريد الالكتروني او تتصلوا علي اذا كان عندكو اي ملاحظات سلبية حتى نتجنبها في الدورات القادمة او ملاحظات ايجابية حتى نشجع ايضا في الدورات القادمة ارجو ان تكون هاي المعلومات يعني مفيدة وثرية ويعني تنفع شريحة واسعة من السادة المشاهدين في الاردن وفي جميع الدول العربية واللي بيشاهدونها بشكل عام اخيرا استودعكم الله وهذا خالد الخطيب يحييكم والى اللقاء في دورة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة